كاست 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 يكلف كاست قد تكون اسما أو فعلا الاسم بمعنى تكلفة أي المبلغ الذي يجب انفاقه لاقتناء شيئ ما مثلا والفعل هو يكلف كاست irregular verb أي فعل غير منتظم أي أنه لا نضيف إيدي في نهاية الفعل والمميز في هذا الفعل هو أن شكله لا يتغير سواء في صيغة الحاضر أو في صيغة الماضي ملاحظة قد تجدون كاست بإيدي في النهاية كاست بمعنى حدد تكلفة شيئ ما أي تقييم التكلفة التي يحتاجها هذا الشيء سأعطيكم مثال هم حددوا تكلفة المشروع بعشرين ألف دولار المشروع ليس موجودا بعد لكنهم قيموه وحددوا تكلفته هذا هو المعنى الخاص الذي ستجدون فيه كاست بإيدي ودون ذلك ستجدون كاست الذي لا يتغير شكله في الماضي كاست بمعنى كلفة كم يكلف هذا المنزل؟ كاست ولتعلم المزيد في اللغة الإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس شكرا وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم